السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو جونيور 5 عاملين ايه النهاردة باذن الله هنبدأ اللي احنا نكمل مع بعض دروس اللغة العربية هناخد مع بعض الدرس الاول من الوحدة الثالثة وهو نص بعنوان سليمانة والهدود في البداية هنتعرف ان النص هو ايات قرآنية يبه هو نص قرآني الايات القرآنية دي هندرسها من سورة النمل من سورة النمل الايات من الاية 20 حتى الاية 26 تعال مع بعض 26 تعال مع بعض يلا اللي احنا نعرف في البداية الدرس بتاعنا هيتكلم عن ايه في البداية الدرس بيقول سليمانة والهدود اذا هو عبارة عن قصة والقرآن الكريم اعطونا الكثير من القصص التي نتخذ منها العبر طب القصة بتاعتنا هتتكلم عن ايه هتتكلم عن قصة يدنا سليمان ابن داود مع الهدهد اللي هو احد افراد جيش سيدنا سليمان الذي وهبه الله له اناعرف مع بعض ان سيدنا سليمان كان لي دعاء دائما ما يردده وكان دائم القول ويقول ربي اخفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ايه سر دعاء سيدنا سليمان قالك السر دا ان سيدنا سليمان كان عايز يكون عنده ملك ما حدش من بعده يكون عنده نفس الملك وفعلا اعطاه الله الملك والنبوة وكان من مظاهر ملكه انصخر الله له الانسة والجنة والطير يخدمونهم فاصبح ملكه لا ينبغي لأحد من بعدي وفي الايات الكريمة هنبدأ اللي احنا نصور بدقة عظمة النعمة التي وهبها الله لسيدنا سليمان وحنعرف ان سيدنا سليمان هو قائد عظيم كان لا يفوت اي صغيرة او كبيرة في جيشه وكان دائم التفقد للجيش في كل امور الملك تعالا مع بعض نقرأ الايات وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَنِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسَلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطَ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَانَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُونِ اللَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم بعد ما استمعنا الآيات تعالى مع بعض نفسر قال تعالى وتفقد الطير فقال يا مالي فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذب النهو عذابا شديدا أو لأذبح النهو أو ليأتيني بسلطان مبين في الجزء الأول من الآيات اللي بيبين غضب سيدنا سليمان بسبب غياب الهدهد تعالى نوضح مع بعض المعيني ونفسر الآيات تفقد أي تطلبه عند غيبته والعكس أهمل وطرق الطير مفردها الطائر قال عكسها سكتة أرى معناها أشاهد الهدهد جمعها الهداهد الغائبين عكسها الحاضرين ومفردها الغائب لأعذب النهو معناها لأعاقب النهو عذابا جمعها أعذبه والعكس نعيم قاصيا ده معنى كلمة شديدا يبقى شديدا معناها قاصيا وعكسها لينا والجمع شداد أو أشداء يأتيني معناها يجيئني سلطاني مبين معناها حجة بيّنة مبين معناها ظاهر أو واضح والعكس مختفن تعالوا مع بعض نشوف الآيات بتتكلم عن إيه الآيات هنا هتبدأ أنها تدللي عن غضب سيدنا سليمان لاختفاء الهدهد يبقى هتدل على غضب سيدنا سليمان لاختفاء الهدهد هيبدأ أنه هو يقرب من الجيش سيدنا سليمان ويتفقد ذلك الجيش ذلك الجيش يتكون من إنس وجن ووحوش وطيور إنس وجن ووحوش وطيور سيدنا سليمان بعد أن تفقد الجيش بعين القائد العارف بكل صغيرة وكبيرة في جيشه بدأ أن يبدو منه غضبا شديدا لماذا غضب سيدنا سليمان لك لأنه أحس باختفاء الغضغض الذي خرج بغير إذن منه فقال سيدنا سليمان سوف أعذبه أو أذبحه على غيابه على غيابه هذا دون إذن مني إلا إذا جاءني بحجة قوية عن سبب غيابه هذا جبأ سيدنا سليمان بعد ما شاف الجيش بتاعه كله لاحظ إن الهضغض مش موجود فبدأ إنه هو يتوعد للهضغض بالعذاب أو الزبح بسبب غيابه دون إذن من سيدنا سليمان وسوف يعفو عن الهضغض في حالة واحدة بس لو الهضغض بدأ إنه هو يأتي لسيدنا سليمان بحجة قوية عن سبب غيابه هذا جبأ لو جالس وقال وقال لي ما الذي تفقده سيدنا سليمان وماذا لاحظه؟ هنقول تفقد سيدنا سليمان الطير وقد لاحظ أن الهضغض غائب وغير موجود طيب لو جالس وقال وسألني لماذا لم يحضر الهضغض مع الجيش؟ لم يحضر الهضغض مع الجيش لأنه كان يستطلع أخبار سبق وسبق دي مملكة في اليمن بما توعد سيدنا سليمان للهضغض قلنا توعد سيدنا سليمان للهضغض بالعذاب أو الذبح لخروجه من غير إذن إلا إذا آتاه الهضغض بحجة وعذر قوية على غيابه هذا طيب ما سبب غضب سيدنا سليمان؟ قلنا لأنه تفقد الجيش ولم يجد الهضغض في مكانه تعال مع بعض نشوف أهم مواطن الجمال الموجودة في الآيتين الآية 20 والآية 21 من سورة النبل في الآية الأولى وتفقد الطير تفقد الطير في أي نوع من الأسليم؟ لا يبقى ده تعبير جميل يدل على حرص سيدنا سليمان وحصن قيادته لجيشه وحصن قيادته لجيشه فهو يضقق النظر ليعرف أحوال جيشه ما لي لا أرى الهضهض؟ ده أسلوب استفهام غرض التعجب هنا سيدنا سليمان بيسأل بغرض التعجب هو متعجب إزاي الهضهض؟ مش موجود في مكانه يبقى أسلوب استفهام غرض التعجب في الآية الثانية لأعذب النهو عذابا شديدا ده تعبير جميل أو أسلوب مؤكد باللام والنون أسلوب مؤكد باللام والنون بيدل على غضب سيدنا سليمان ويؤكد على مجازاته للهضهض وتعذيبه نبقى لو أعذب النهو عذابا شديدا ده أسلوب مؤكد باللام والنون يؤكد على غضب سيدنا سليمان ومجازاته للهضهض وتعذيبه أو تعبير يوحي بغضب سيدنا سليمان عليه السلام وتأكيده على مجازاته للهضهض وتعذيبه ليأتيني بسلطان مبين ده تعبير جميل يبين عفو سيدنا سليمان عن الهضهض إذا جاء بدليل واضح إذا جاء بدليل واضح تعال نكمل مع بعض باقي الآيات ناخد جزء اتنين منها قال تعالى فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحد به وجئتك من سبأ بنبأي يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم يبقى في الآية هنا بدأ أن أول حاجة يقول لك أنه هو مكة مكان بدأ أنه يعرف ذلك المكان اللي هو في سبأ وسبأ هي مملكة في أرض اليمن كانت تحكمها يبقى هي مملكة في اليمن كانت تحكمها امرأة بتسمى أو تضع بالقيس بالقيس هي المرأة المقصودة في الآيات وهي ملكة سبأ كان أبوها ملكة على أرض اليمن وهي ورثت منه ذلك الملك هيبدأ أنه هو يأتي لسيدنا سليمان بالدليل والحج البينة اللي سيدنا سليمان طلبها منه مكثة يعني بقى أو أقامة وعكسها رحلة أو انصرفة بعيد عكسها قريب أحطت أي علمت ما لم تعلمه علمت ما لم تعلمه طحت عكسها تجهل طحت عكسها تجهل سبأ قلنا هي مملكة في اليمن بتحكمها بالقيس النبأ معناها خبر وجمعها أنباء يقين يعني مؤكد أو صادق وعكسها كاذب أو شك امرأة قلنا الامرأة هنا المقصود منها هي بالقيس وهي ملكة سبأ وجمع امرأة نساء وعكسها رجل تملكهم تملكهم معناها تحكمهم تملكهم معناها تحكمهم أوتيت أوتيت أي أعطيت من كل النعم أوتيت من كل شيء أي أعطيت من كل النعم أي أن ربنا عز وجل أعطاها نعما كثيرة من نعم الدنيا يبأ أوتيت معناها أعطيت من كل النعم أوتيت من كل شيء أعطيت من كل النعم شيء جمعها أشياء لها عرش العرش هو الكرسي الملك والمقصود في الآيات أنها لها ملك وجمع عرش عروش عظيم عكسها حقير وجمعها عظماء يبقى تعالى مع بعض يبقى في الآية 22 والآية 23 حيبدأ أنه هو يتكلم عن مملكة سبق والهدهد والخبر الذي سوف يأتي به من هناك حيبدأ يسكول لم يطل انتظار سيدنا سليمان عليه السلام يعني سيدنا سليمان ما عادش وقت طويل مستنى الهدهد إلا والهدهد جاء إلى سيدنا سليمان ووقف على مقربة منه يعني بقرب سيدنا سليمان وقال الهدهد عيدا أنه يتكلم ويقول علمت ما لا تعلمه أنت ده بيكلم مين بيكلم سيدنا سليمان أنا عرفت حاجة أنت مش عارفها وجئت بأخبار أكيدة عن مملكة سبق نقولنا مملكة سبق إن هي مملكة في اليمن قال الهدهد إني وجدت إمرأة تحكمهم وأعطاها الله كوة وملكا عظيمين كوة وملكا عظيمين ولها كرسي ضخمة تجلس عليه للحكم ده العرش يبقى العرش هو كرسي الملك فبدأ إن هو يوضح إن هو ما جاء من سبق هو جاء بحاجة سيدنا سليمان مش عارفها وخبر مؤكد عن مملكة سبق وبدأ إن هو يذكر له عن الإمرأة التي تحكم إمرأة تحكمهم وأن الإمرأة هي المقصود بيها بالقيس تحكمهم وأعطاها الله كوة وملكا عظيمين لها كرسي ضخمة تجلس عليه للحكم يبقى لو جالس وقال وسألني من أين جاء الهدهد بالخبر اليقين جاء الهدهد بالخبر اليقين من مملكة سبق ومن المرأة التي تتحدث عنها الآية قلنا المرأة التي تتحدث عنها الآية هي بالقيس ملكة سبق وهي قلنا مملكة في اليمن تعال مع بعض نشوف بعد ما فهمنا الآيتين وعرفنا إن هنا الهدهد بدأ إن هو يأتي فعلا بالخبر إلا سوف يعافيه سيدنا سليمان عن القتل أو العذاب به تعال مع بعض نشوف أهم مواطن الجمال الموجودة أحطوا بما لم تحد به أحطوا أن يعني علمتوا لم تحد يعني لم تعلم يبقى بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضح وأوتيت من كل شيء هنا مفيش أي نوع من الأساليب يبقى ده تعبير جميل يدل على أن مملكتها كانت عظيمة يبقى مملكة سبق اللي كانت بتحكمها بالقيس كانت عظيمة تعال مع بعض نكمل باقي الآيات ناخد الجزء الأخير منها قال تعالى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخذون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم تعال مع بعض نشوف المعينة الموجودة في الآيات وجدتها وقومها قوم جمعها أقوام يسجدون للشمس يبقى ماذا كان يعبد قوم بالقيس أو قوم مملكة سبق كانوا يعبدون الشمس فالهدهد هنا متعجب إزاي الناس دي بتقدرون هي تسجد لغير الله عز وجل وهم بيعبدوا الشمس من دون الله دون يعني غير يبقى من غير الله وزينا يعني جملا وعكسها قبحا وزينا لهم الشيطان أعمالهم أي جمالها لهم وأغواهم الشيطان لتلك الأعمال نجمع الشيطان الشياطين أعمالهم مفردها عملهم فصدهم معناها منعهم وعكسها رغبهم فيها أو حثهم أو حببهم إليهم أو حببا إليهم يبقى رغبهم أو حثهم أو حببا إليهم وقلنا معناها منعهم عن السبيل السبيل اللي هو الطريق وجمعها الصبل طب المراد هنا إيه؟ المراد طريق الحق والتوحيد والإيمان بالله عز وجل لا يهتدون أي لا يعرفون الطريق الصحيح يهتدون معناها يرشدون يرشدون وعكسها يضلون ألا يسجدوا لله؟ هنا بدأ الهدود ويتعجب إزاي وما ما بيسجدوش لله؟ وبدأ إن هو يدل على قدرة الله عز وجل الذي يخرج الخبء من السماوات والأرض يخرج عكسها يدخل الخبء هو النبات الذي يخرج من الأرض والمطر الذي ينزل من السماء يبقى الخبء هو النبات من الأرض والمطر من السماء السماوات مفردها السماء وعكسها الأرض الأرض جمعها الأراضي وعكسها السماء يعلم ما تخفون هنا بيتكلم عن قدرة الله عز وجل تخفون يعني تسرون وعكسها تعلنون وما تعلنون تعلنون معناها تظهرون ما بداخلكم تظهرون ما بداخلكم وعكسها تخفون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أي إن الله وحده لا شريك له هو رب العرش هو مالك السماوات والأرض وبيده ملكوت كل شيء فرب جمعها أرباب والعظيم جمعها العظماء تعال مع بعض نفسر الآية أضاف الهدهد قائلا إنها وقومها يعبدون الشمس يبقى هنا بدأ إنه هو يوضح ضلال كوم بالقيس أو كوم مملكة سبق بدأ إنه هو يوضح الضلال بأنهم يعبدون الشمس فقد أضلهم الشيطان عن الطريق المستقيم وزين لهم أي جمل لهم السجود للشمس وطرق عبادة الله عز وجل لقد أمرهم الشيطان لقد أمرهم الشيطان وأغواهم كي لا يسجدون لله الذي يخرج النباتة من الأرض ويسكت المطر من السماء ويعلم ما يصرون وما يعلنون ثم قال الهدهد في نهاية الآيات إن الله عز وجل لا إله إلا هو وحده لا شريك له فهو رب العرش العظيم يبقى لو جالي هنا في الآيات وبدأ إنه هو يسألني ويقول لي كيف نجى الهدهد من العقاب إحنا قلنا سيدنا سليمان قال إن الهدهد سوف يعفو عنه ولا يعذبه عندما يأتيه بحجة واضحة ودليل واضحة يدل على سبب غيابي وفعلا الهدهد أتى بالسبب والدليل اللي سوف يبعد عنه عقاب سيدنا سليمان قال لك نجى الهدهد حيث أخبر سيدنا سليمان عليه السلام بأخبار همة لم يكن يعلمها سيدنا سليمان عن قوم سبق وملكتهم بالقيس وعبادتهم للشمس من دون الله لو جالي طيب سؤاله سألني ماذا كان يعبد قوم مملكة سبق كانوا يعبدون الشمس من دون الله كيف أغوى الشيطان قوم ملكة سبق لي بالقيس كيف أغواهم الشيطان هنقول الإجابة زين لهم الكفر وصدهم عن السبيل أي منعهم عن الطريق المستقيم لو جاء سؤال وقال لي أذكر الآية التي تدل على قدرة الله عز وجل الآية التي دلت على قدرة الله عز وجل هي الآية 25 والقول تعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ من في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون يبقى الآية التي تدل على قدرة الله عز وجل قال تعالى ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون دي الآية التي تدل على قدرة الله عز وجل تعالى مع بعض نشوف أهم مواطن الجمال اللي ذكرت في الآية حيبدأ في الآية أول موطن الجمال عندي ألا يسجدون لله يسجدون لله ده تعبير جميل يدل على استحقاق الله للعبادة أي ليس هناك أحق من أن يعبد سوى الله عز وجل يبقى مفروض أن لحنا ما نعبدش أي حد غير ربنا عز وجل يخرج الخبأ ده تعبير يدل على قدرة الله على إنزال المطر من السماء وإخراج النباتة من الأرض السماوات والأرض بينهما تضاد يقول معنى ويوضحه يعلم ما تخفون وما تعلنون بين تخفون وتعلنون تضاد يؤكد المعنى ويوضحه يبقى تاني قلنا ألا يسجدوا لله تعبير جميل يدل على استحقاق الله للعبادة يخرج الخبأ في السماوات والأرض تعبير يدل على قدرة الله على إنزال المطر من السماء وإخراج النباتة من الأرض السماوات والأرض بينهما تضاد يقول معنى ويوضحه يعلم ما تخفون وما تعلنون بين تخفون وتعلنون تضاد يؤكد المعنى ويوضحه بعد ما استمعنا للآيات وعرفنا أهم الأشياء اللي جات فيها وأهم المعاني والمضاد والمفردات اللي موجودة وأهم الأسئلة اللي ممكن نتسأل فيها وعرفنا كمان أهم مواطن الجمال اللي لازم نبقى حفظينها كويس وعرفينها كويس تعال مع بعض نشوف أهم ما ترشد إليه الآيات الكريمة أو ماذا نتعلم من الآيات الكريمة نتعلم من الآيات الكريمة واحد يقزت سليمان عليه السلام وحصن قيادته لمملكته اتنين زكاء الهدهد وحصن تصرفه وحصن تصرفه تلاتة السجود لا يكون إلا لله عز وجل أي لا نسجد إلا لله فقط أربعة قدرة الله ونعمه التي لا تعد ولا تحصى وده اللي بدأ أنه يعطيها لملكة سبق بالقويس وكذلك النعم التي أنعمها على سيدنا سليمان فكان له ملك وجيش ليس لأحد من بعده ذلك الملك والنعيم خمسة الله سبحانه وتعالى هو عالم بكل شيء وهو على كل شيء قدير فهو لا إله سواء يعلمنا كل ما نخفي ونصر فيه داخلنا وكل ما نعلن ونظهره فيه من داخلنا كل شيء في داخلنا احنا بنظهره ربنا عارفه وكل شيء احنا بنخبيه ونفكرين ما حدش عارفه فربنا أيضا يعلمه جيد تعالى نحل مع بعض أكمل خريطة الكلمة مكثة نوعها إيه؟ فعل ماضن تبقى أن مكثة معناها إيه؟ بقى أو أقامة تبقى عكسها رحلة أو انصرفة تعالى نحط مع بعض الجملة على كلمة مكثة مكثة الطالب في المكتبة فترة فترة طويلة مكثة الطالب في المكتبة فترة طويلة تعالى يقول له مع بعض سؤال لبعده حلل إلى مقاطع صوتية كلمة الأولى تفق دا تعالى نحللها سواء تا فق دا يبقى القف مشددة يبقى ما حاجة حلل التاق لوحدها الفهم مع القف القف لوحدها الدال لوحدها كلمة اللي بعدها الغائبين تعالى يلا نقولها مع بعض الغائبين يبقى ألف وليم مع بعض الغين مع الألف مد مع ممدود الهمزة لوحدها الباق مع الياء مد مع ممدود النون لوحدها اللي بعدها صد صد دا هم صد دا هم صد دا هم قلنا معناها منعهم طب دا نحللها سواء صد دا هم يبقى الدال مشددة يبقى الصاد مع الدال والدال لوحدها والهاء مع الميم الخب الخب او الخب او نحن قلنا الخب هو النبات من الأرض والمطر من السماء النبات من الأرض والمطر من السماء يلا نحللها سواء ال ألف وليم مع بعض خب يبقى الخاء مع الباق او يبقى الهمزة لوحدها الخب ويبقى ثلاث مقطع ألف وليم مع بعض الخاء مع الباق والهمزة لوحدها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته